موسيقى 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 أهلا بطلاب الصف الرابع الإبدائي أنا مستر أشرف الغريب وهكون معاكم في الدرس النهاردة اللي هتدي فيه الدرس الرابع في الوحدة الثالثة عن تطور وسائل الاتصال وتأثيرها في المجتمع وفكركم دايما تكونوا محضرين وراء وقلم وكتاب المدرسة أهم حاجة تكونوا مركزين كويس لأننا دايما حنسأل ونلاحظ ونفكر في كل حاجة بنتعلمها وإزاي نطبقها في حياتنا اليومين طيب النهاردة هنعرف نعمل إيه بعد من خلص الدرس بتاعنا تعالوا كده أوريكم مع بعض لو نبص في صفحة 98 هنلاقي الأهداف بتاعتنا كالعادة ونقراها كويس يلا بينا تعالوا كده نشوف مع بعض أهدافنا زي كل درس ونقراها كويس أول حاجة أشرح تأثير العلم على تطور وسائل اتصال اتنين أميز بين السلوكيات الإيجابية والسلبية عند استخدام الهاتف المحمول ووسائل التواصل الاجتماعي رقم ثلاثة أحلل تأثير استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في الروابط الأسرية وعادات والتقاليد المجتمع آخر هدف أستنتج تأثير تطور وسائل الاتصال في تنمية اقتصاد مصر دي الأهداف بتاعتنا وبتاعت الدرس بتاعنا وهنرجع لها مرة تانية في آخر الدرس ونشوف إحنا تعلمنا منها إيه بالضبط ونرجعها مرة تانية طيب تعالي كده نشوف في صفحة 98 هنلاقي كالمعتاد لنتفاعل معه وهنا بيقول لي أذكر أمثلة لوسائل الاتصال الحديثة ما الوسيلة التي تفضلها للتواصل مع الآخرين ولماذا هنا بيقول لي كمان في رأيك ما مزايا وعيوب وسائل الاتصال الحديثة هل تعرف كيف كان يتواصل الناس قديما ومديني هنا بعض وسائل الاتصال قديما وحديثة يعني بعض الأمثلة تليغراف الفاكس الأعلام الحمام الزاجل البريد الفونوغراف والراديو والتلفزيون والتليفون المحمول والإنترنت والتليفون العادي دي كلها وسائل الاتصال كان بيتم استخدام منها بعضها قديما وفي بعضها حديثة طبعاً أنتوا عارفين أن وسائل الاتصال الحديثة هي الموبايل والإنترنت وأنا عن نفسي بفضل لتنين لأن الموبايل بيساهل أني أتصل بأصحابي وعائلتي جوة مصر وكمان برا مصر وأقدر كمان أبعط لهم سور وحاجات كتير جداً من خلال التليفون المحمول ممكن أبعط ملفات للشغل الزميلي وبرضو الإنترنت كويس جداً في الاستخدام لأن من خلاله بعمل حاجات كتير قوي منها أتواصل مع أصحابي سواء برضو جوة مصر أو برا مصر لكن في مجموعة من العيوب يعني الآيب الكبير بتاع الموبايلات والإنترنت هم أنهم ممكن يضيعوا وقت كبير جداً وللأسف في ناس كتير بيقعدوا فترة طويلة جداً على الموبايل بتاعهم وبيضيعوا وقت كبير قوي عايزين نتعلم نستمتع بالوقت اللي إحنا قاعدين فيه مع الناس لأن زمان كنا بنتواصل مع بعض بحاجات مختلفة زمان قوي الناس كانت بتستخدم الحمام الزاجل عشان تنقل الرسائل من مكان لمكان ومن ساعتها العلم بدأ يتطور في وسائل الاتصال بشكل كبير جداً دلوقتي بقى تعالوا كده نقرأ مع بعض صفحة تسعة وتسعين نتعلم لاحظت الجدة أن حاتم يستخدم الهاتف المحمول فترات طويلة خلال اليوم لممارسة الألعاب الإلكترونية المفضلة لديه والتواصل مع أصدقائه عبر مواقع التواصل الاجتماعي فطلبت منه أن يترك الهاتف ويجلس معها ليحكي عن أحواله وأثناء الحديث سألها حاتم كيف كان يتواصل الناس قديماً قبل اختراع الهاتف فقالت الجدة أن الإنسان منذ القدم كان يحرص على التواصل مع الآخرين فقد استخدم المصريون القدماء في عصور ما قبل التاريخ والهنا معنى كلمة عصور ما قبل التاريخ أي قبل معرفة الإنسان للكتابة طيب كانوا بيستخدموا إيه؟ بيستخدموا الدخان والأصوات العالية وقرع الطبول لإرسال الإشارات الآخرين بهدف تحذرهم من خطر ما أو الإعلان عن مكانه يعني إيه الكلام ده؟ يعني الجدة وهي جدة حاتم لحظة أن حاتم قاعد يلعب ألعاب إلكترونية لفترة طويلة خلال اليوم وعلى طول قاعد بيتكلم مع أصحابه على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مواقع التواصل الاجتماعي هو موقع أو مواقع الإنترنت الناس بتستخدمها عشان تتواصل مع بعضها ممكن كمان يشوف بعض عن طريق الشاشة فبدأت تسأله وتقوله أنه هو يسيب التليفون اللي معاه ويقعد يتكلم معها شوية وطبعا ده مهم جدا أنه إحنا نتواصل مع الناس اللي موجودين معهم بدأ حاتم يسألها شوية أسئلة منها أن إزاي الناس كانت بتتواصل مع بعضها زمان قبل ما يكون فيه تليفون جدته بدأت تشرح له أن الإنسان كان على طول بيتواصل مع الآخرين وأن حتى من أيام قدماء المصريين زمان وقبل ما يكون فيه كتابة كان فيه تواصل بينهم وكانوا بيستخدموا حاجات زي الدخان أو الأصوات العالية أو الطبور عشان يبعثوا لبعض رسائل كشكل تحزيري لوجود خطر ما أو علشان يعرف الناس هما فين بالضبط طيب لو كملنا مع بعض كده القرية حنلاقي الجزء ده بيتكلم عن إيه وفي العصور التاريخية التي بدأت بمعرفة الإنسان المصري القديم للكتابة تطورت وسائل الاتصال بين البشر واتخذت أشكالا مختلفة عبر التاريخ وبدأ الإنسان المصري بكتابات الرسائل على ورق الباردي وإرسالها مع أشخاص إلى البلاد المختلفة ثم استخدم الحمام الزاجل لإرسال الرسائل لأنه أسرع ثم عرف البريد وأصدرت مصر أول طوابعها البريدية عام 1866 وقد لعبت الإختراعات المهمة في مجال الاتصال في القرنين التاسع عشر والعشرين دورا مهما في تطور العالم وتغييره مثل اختراع التلغراف والهاتف وكان أول خط هاتفي في مصر عام 1881 بين القاهرة والأسكندرية وتغير شكل الهاتف وحجمه عبر الزمن حتى وصل إلى شكله الحالي وكذلك اختراع الإنسان لشبكة الإنترنت جعل من العالم قارية صغيرة حيث أصبح التواصل أسهل وأسرع بين البشر في كل دول العالم عبر التطبيقات المختلفة يعني لما قدماء المصريين بقوا بيكتبوا بدأ يحصل تطور في وسائل الاتصال وقدماء المصريين اخترعوا الورق زي ورق الباردي وبقى يكتبوا عليه الرسال بتاعتهم ويبعتوها للبلاد المختلفة بعد كده حصل تطور تاني إن بقى يتم استخدام نوع من الحمام اسمه الحمام الزاجل عشان يبعث الرسال بشكل أسرع بكتير كانت الناس بتربي الحمام الزاجل ده وهو معروف إن الحمام ده دايماً بيرجع للمكان اللي تولد وعاش فيه مثلاً لو أنا عايز أبعث لحد رسالة مثلاً هبدأ أن نكتب الجواب في حمام زاجل وابدأ أوديهوله وهو لما يسيبه عنده هيرجع لي مرة تانية وهو برضو لو عايز يبعث لي جواب ممكن إحنا نتقابل أو اتقابل معاه أخذ الحمام الزاجل اللي عنده وهكذا يعني هنا الحمام ده لما بسيبه في الهوى بيرجع مرة تانية للمكان اللي كان عايش فيه طبعاً أنا باستغل إنه عارف الطريق وببدأ أحط في رجليه الرسال اللي أنا عايزة توصل فبتوصل للمكان بتاعه بعد كده الإنسان اخترع فكرة البريد والبريد هو إن كل واحد ليه عنوان معين وليه رقم بيت وشقة واسم شارع واسم حي واسم مدينة واسم بلد وببدأ أكتب الجواب وبحط على الظرف من فوق اسم الشخص وعنوانه وبروح مكتب البريد أو أي صندوق بريد وحطه فيه بس لازم تكون حاطة طابع بريد عشان الظرف ده ليه تمن يعني إلى حد ما يوصل للمكان والعنوان المحدد ونبدأ كمان نحط عليه الطابع عشان ده تقريباً هي التكلفة بتاعة إرسال الجواب في سنة 1866 مصر أصدرت أول طوابع بريدي والبريد كان أهم الاختراعات في المجال الاتصال في قرن 19 وكمان القرن 20 وفي قرنين دول برضو كان فيه اختراعات تانية زي مثلاً التليغراف والتليفون الأرضي أول خط تليفون اتعمل في مصر كان سنة 1881 ما بين محافظة القاهرة ومحافظة اسكندري التليفون اتغير شكله وحجمه على مدار الزمن لحد لما وصل شكله زي ما احنا عارفين دلوقتي ومتعودين عليه وطبعاً اختراع الانترنت خلى العالم كله عبارة عن قرية صغيرة يعني خلى الناس في كل حتة في العالم ممكن تتواصل باستخدام تطبيقات مختلفة ده بالنسبة للجزء ده في الدرس وممكن نكمل مع بعض القرية ولشبكة الانترنت فوائد أخرى منها سرعة الحصول على المعلومات والتواصل مع الزملاء والمعلمين لمناقشة الموضوعات العلمية والدراسية والبحث عن فرص عمل مناسبة وأيضاً العمل عن بعد في مجالات متعددة مثل التسويق الإلكتروني وغيره من الوظائف بالإضافة إلى ذلك وفرت شبكة الانترنت العديد من أنواع الترفيه والتسليم مثل الألعاب الإلكترونية أو الزيارات الإفتراضية لبعض المواقع السياحية والأسرية حول العالم وتبزل المؤسسات الحكومية المصرية جهوداً كبيرة من أجل التحول الرقمي في مختلف هيئات مؤسسات الدولة وذلك بتوفير الخدمات الإلكترونية للمواطنين مثل استخراج الأوراق الرسمية كشهاد الميلاد والرقم القومي وجواز السفر من خلال مواقع بوابة مصر الرقمية وأيضاً مكافحة الجرائم الإلكترونية من خلال وزارة الداخلية طبعاً يا شباب الإنترنت ساعدنا في حاجات كتير جداً لو عايزين نتعلم أي حاجة أو أتواصل مع حد من زميلي أو مدرسيني عشان أتناقش معه في مواضيع دراسية أو بدور على فرص عمل أو عايز أشتغل عن بعض ممكن أستخدم ده واستخدمه في مجالات كتير زي مثلاً التسويق الإلكتروني أو عايز تعمل حاجة تسليك زي أنتك مثلاً تلعب ألعاب إلكترونية أو أنك تزور أماكن سيحية وأسرية في أي حتة في العالم بطريقة افتراضية يعني من غير ما تروح هناك يعني ممكن تستخدم الإنترنت ويوفر لك وقت فيعرض لك فيديوهات وصور عن المكان اللي أنت عايز تزور الجميل أوي بقى أنه كمان فيه مؤسسات حكومية مصرية عمل التحول رقم يعني إيه؟ يعني عندنا هنا مواقع الإنترنت لهيئات كتير أوي في الحكومة المصرية عشان تساهل للناس أن هي تخلص الأوراق بتاعتها بدل ما تبدأ تسافر مخصوص عشان تطلع ورق معين أو بدل ما الناس تقف في طابور طويل لمدة طويلة بقوا من خلال يخلصوا من خلال المواقع دي كل الحاجات بتاعتهم ودية مواقع تابعة للحكومة المصرية يعني ممكن تطلع شهادة ميلاد وبطاقة رقم قومي وجواز سفر من خلال موقع بوابة مصر الرقمية وطبعا عشان نكافح الجرائم الإلكترونية ووزارة الداخلية بتعمل مجهود كبير أوي تعالوا كده نكمل قرية الدرس بتاعه وأضافت الجدة أنه بالرغم من مميزات الإنترنت فإن هناك بعض السلبيات التي يجب عليك تجنبها مثل إهضار كثير من الوقت على شبكات التواصل الاجتماعي مما يؤثر على دراستك ويؤدي إلى إهمال ممارسة الهوايات المفيدة كما يؤدي إلى التباعد بينك وبين أفراد أسرتك كذلك توجد معلومات غير صحيحة على شبكة الإنترنت لذلك يجب أن تتأكد من صحة المعلومات قبل نشرها ومن السلوكيات السلبية التي نشارك أشخاصاً لا نعرفهم معلوماتنا وصورنا الشخصية أو حساباتنا البنكية والشخصية على وسائل التواصل لذا يا حاتم عليك أن تحرس على الاستخدام الجيد لوسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت مع تجنب سلبيتها هنا جدة حاتم شرحت أن الإنترنت برضو ليه عيوب وحاجات خطيرة لازم كلنا ناخد بالنا منها يعني مثلاً ما نعودش فترة طويلة جداً على مواقع التواصل الاجتماعي لازم ده نخلي بالنا منه عشان الوقت بتاعنا وما يقصرش بشكل سلبي على دراستنا ويخلينا ما يبقاش عندنا كمان هوايات مفيدة ممكن تفيدنا كتير وكمان ما نقدرش نقعد مع أفراد الأسرة بتاعتنا والعيلة وقت كافي غير كده جماعة خدوا بالكم أن فيه معلومات غلط على الإنترنت لازم نتأكد من المعلومات أن هي صحيحة 100% قبل ما ننشرها وناخد بالنا أن الناس اللي ما نعرفهاش ما ينفعش نتواصل معاها ونديها معلومات عننا يعني صور شخصية مثلاً وما ينفعش كمان نديهم حسابات بنكية أو أي معلومات عننا فطبعاً الجد أكدت لحاتم أنه يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية استخدام جيد قوي ده بالنسبة للدرس بتاعه كالمعتاد في الآخر خالص عندي أسئلة نستكشف بيقولي هنا اخترع جرهان بيل أول هاتف عام 1876 حيث تم فيه أول انتقال ثناء الاتجاه للكلام من قبل جرهان بيل إلى صديقه واتسون ارسم مخططاً زمنياً يبين كيف تطورت شكل الهاتف ودوره مع مرور الوقت بدءاً من اختراعه سنة 1876 وحتى الآن ووضح كيف أثر أثر الهاتف في حياة البشر واستعن بمكتبة مدرستك أو ببنك المعرفة المصري في جمع معلوماتك أنا عايزك يا شباب تبدأوا تخشوا على الإنترنت بنك المعرفة أو غيرها أو مكتبة المدرسة ونعمل المخطط الزمني اللي بيوضح تطور التليفون وصل من أول 1886 لحد الوقت اللي احنا عايشين فيه النهار وبعد ما نخلص ده ممكن نعرضه على زميلنا أو مدرس الفصل بتاعها تعالوا كون نشوف مع بعض أسئلة لنراجع تود أختك الصغيرة استخدام الإنترنت لإجراء بحسن طيب هنا بيقول لي ما النصيحة التي تقدمها إليها حتى تتمكن من استخدام الإنترنت بأمان السؤال ده مهم جداً وخطير وعشان كده أنا عايزي الناس كلها تفكر فيه كويس فهديكم شوية وقت تتفكروا ونرجع نشوف الإجابة بتاعي موسيقى 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 طيب جاهزين؟ تعالوا نشوف هبدأ أن أنا أأكد عليها وحذرها أن هي ما تتكلمش مع حد ما تعرفوش ولما تلاقي معلومات على الإنترنت تتأكد الأول أن هي صح 100% قبل ما تشيرها لأن ده مهم جدا ده بالنسبة للسؤال الأول تعالوا نشوف السؤال التاني إشرح التأثيرات الإيجابية والسلبية للإنترنت على حياة الناس برضو فيه فوايد كتير جدا منها إيجابي زي ما تكلمنا عنها وكمان فيه حاجات خطيرة وسلبية في الإنترنت فنعيس كل واحد فيكو برضو يفكر وقت كويس عشان نرجع نشوف إجابتنا إيه هي وأنا واثق أنه كلكم شاطرين وهتكتبوا إجابات كويس لو جاهزين تعالوا نشوف مع بعض إيه الحاجات الإيجابية؟ الحاجات الإيجابية اللي ممكن نعملها أن احنا نتواصل مع قريبنا أو زميلنا ممكن كمان من خلال الإنترنت نتعلم عن بعض ونتعلم مهارات كتير قوي إيه بقى الحاجات السلبية؟ الحاجات السلبية هو أن فيه ناس مش كويسين عايزين يعرفوا معلومات عننا ممكن يستغلوا المعلومات دي لصالحهم هم وفيه معلومات غلط ممكن أي شخص يحطها على الإنترنت وبالتالي تبدأ الناس تشايرها وتنقلها من غير ما تتأكد أن هي صحيح فلازم الأول نتأكد المعلومات اللي احنا بننقلها صح 100% وكمان نخلي بالنا كويس قوي ما نتكلمش مع حد غريب ولا نتدي له أي معلومات أو سوى لي ده بالنسبة لأسئلة اللي نراجع كالعادة هنرجع لأهدافنا مرة تانية ونشوف إحنا وصلنا فيها لحد فين وفهمنا إيه بالضبط يلا بينا نشوف الأهداف طيب الأهداف بتاعتنا كالمعتاد هنقرأها هدف هدف ونتأكد أن إحنا فهمناه كويس أول هدف بيقول لي إيه؟ أشرح تأثير العلم على تطور وسائل اتصاب الهدف الثاني أميز بين السلوكيات الإيجابية والسلبية عند استخدام الهاتف المحمول ووسائل التواصل الاجتماعي الهدف الثالث أحلل تأثير استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في الروابط الأسرية وعادات وتقاليد المجتمع أما الهدف الرابع يقول لي أستنتج تأثير تطور وسائل الاتصال لتنمية الاقتصاد في مصر هتلاقي أن إحنا عملنا معظم الأهداف وفهمناها كويس الدرس اللي جاي هنعمل التمرينات بتاعت الدرس ده وهديكم فرصة كويسة تقيموا المعلومات اللي تعلمتوها النهاردة يبقى النهاردة تعلمنا عن تطور وسائل الاتصال وتأثيرها في المجتمع هنتقابل المرة اللي جاية إن شاء الله على خير كنت مبسوطا أنا معاكم النهاردة شكرا ليكم أشوفكم المرة اللي جاية ومع السلام اشتركوا في القناة